موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف التاسع يسرنا اللقاء بكم في حصة جديدة من دروس التربية البدنية درسنا لهذا اليوم رمي القرص من الثبات والآن مع أجزاء الدرس الإحماء والعداد البدني العام من وضع الوقوف التوقيت في المكان مع زيادة السرعة تدريجيا مد الذراعين أماما مع رفع الركبتين عاليا رفع الكعبين عاليا والثبات على الأمشاط لمدة ثانيتين يكرر هذا التمرين في ثمان عدات من وضع الوقوف والذراعان جانب الجسم دوران الكتفين للخلف في ثمان عدات وللأمام في ثمان عدات من وضع الوقوف فتحاً والذراعان جانباً دوران الكتفين للأمام ثمان عدات وللخلف ثمان عدات فتح وضم الرجلين مع حركة الذراعين في ثمان عدات الاعداد البدني الخاص من وضع الوقوف أخذ خطوة بالرجل اليمين لعمل طعن أمامي والثبات لعدة ثوان يكرر بالرجل الشمال من وضع الوقوف مواجه للحائط فرد الزراع اليمنى مع دوران الجسم خلفاً وللجهة الشمال وذلك بانتقال الرجل اليسرى والثبات في ثمان عدات يكرر التمرين للذراع الأخرى من وضع الوقوف عمل طعن جهة اليمين والذراعين مفرودتين لف الجذع جهة اليمين ثم الرجوع للوضع الابتدائي يكرر جهة الشمال يؤدى هذا التمرين في أربع عدات من وضع الوقوف مسكرة طبية تبادل نقل الكرة من فوق الرأس والذراعان مفرودتان في ستة عدات رفع الذراعين الأمام والأعلى في ستة عدات مع مراعاة عدم ثنيهما الخطوات التعليمية لمهارة رمي القرص من الثبات عزيزتي الطالبة إليك المراحل الفنية لرمي القرص من الثبات مسك القرص وقفة الاستعداد المرجحة الرمي الوقوف أو التوازن أولا مسك القرص باستخدام أداة بديلة تتم عملية مسك القرص بوضع سلاميات الأصابع الأربعة ويستقر القرص على راحة اليد حمل القرص ودحرجته على الأرض دوران القرص مع اتجاه أقارب الساعة دحرجت القرص إلى أبعد مسافة وفي خط مستقيم ثانيا وقفة الاستعداد القدمين متباعدتان بالتساع الحوض مع انثناء بسيط في مفصل الركبة وارتخاء في عضلات الرجلين مع النظر للأمام بينما تكون الذراع الحرة مرتخية استعدادا للمرجحة الخلفية ثالثا المرجحة لتعليم المرجحة تؤدى المهارة بدون أداة وذلك بلف الجذع جهة اليمين والكتف الأيمن يتخطى مستوى الركبة اليمنى من وضع الأرجل فتحا أداء التمرين السابق باستخدام العصى باستخدام أداة بديلة ربط حركة الذراع والرجل للوصول إلى تكنيك وضع الرمي باستخدام أداة القرص والذي يكون وزنه واحد كيلو جرام بالنسبة للسيدات تؤدى المراحل السابقة وهي مسك القرص وقفة الاستعداد المرجحة رابعا مرحلة الرمي وفي هذه المرحلة يتم سحب الذراع الحاملة للقرص للأمام في اتجاه مقطع الرمي ويكون مركز تغلل الجسم للأمام ولأعلى يرمى القرص أمام مستوى النظر وأعلى مستوى الكتف ليصنع زاوية انطلاق مقدارها 45 درجة مع ملاحظة امتداد جميع مفاصل الجسم خامسا مرحلة الوقوف أو التوازن وتكون عملية التوقف أو التوازن من خلال تبديل حركة القدمين بعد التخلص من القرص تدريبات تطبيقية تؤدى مهارة رمي القرص من الثبات مع مراعاة التسلسل الحركي الكامل من دائرة الرمي والتي يكون قطرها 2.5 متراً الجزء الختامي من وضع الوقوف الظهر مواجه للحائط دوران الجذع جهة اليمين ولمس الحائط بكلتاً يدين الثبات في ستة عدات دوران الجذع لجهة الشمال والثبات في ستة عدات يكرر التمرين مرة أخرى من وضع الوقوف عمل تقوس في الظهر مع وضع كلتاً يدين على الحائط والثبات في أربع عدات يكرر التمرين من وضع الجثو عمل زاوية قائمة بالرجل اليمنى مع رفع الرجل اليسرى والثبات في ثمان عدات يكرر التمرين للرجل الأخرى شكراً جزيلاً على حسن الاستماع متمنين لكم وقتاً مفيداً نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم على الود والمحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم